شددت الحكومة العراقية على أن الانتصارات الميدانية تحققت بجهود العراقيين مؤكدة على ضرورة احترام سيادة العراق في كل نشاط للتحالف الدولية في قدون ذلك واصلت القوات العراقية مدعومة بالحجر الشعبي والعشائر من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية تقدمها على جبهات عسكرية عدة أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن غالة جوية عراقية قتلت نحو ثلاثين مسلحا من تنظيم داعش أثناء محاولتهم التسلل من محافظة الأنبار إلى محافظة صراح الدين جهة أخرى قتل سبعة مسلحين منتمين للتنظيم ذاته وجرح عشرون آخرون جراء قصف مدفعي نفذت وحدات عسكرية على مواقع داعش في ناحية الكرمة جنوب الشرقية الفلوجة وعلنت قيادة عملية بغداد في وقت سابق أن القوات الأمنية أحكمت سيطرتها الكاملة على جسر الشيحة شمال الكرمة كما تمكنت القوات الأمنية من قطع المعبر المؤدي إليها عن طريق ذراع دجلة وفق بيان لقيادة عملية بغداد وأشار البيان أيضا إلى أن مدفعية الجيش مستمرة بعملية القصف على مواقع التنظيم في إطار العملية العسكرية التي انطلقت منذ أيام لاستعادة السيطرة على المواقع التي احتلها التنظيم في القرى والنواحي القريبة من قضاء الفلوجة كما أكد البيان أن العملية العسكرية أصفرت عن استعادة السيطرة على نصف المواقع التي يسيطر عليها داعش في الكرمة ما يعني استراتيجيا إبعد خطر الإرهابيين عن العاصمة في الأثناء واصل الجيش العراقي قصف مواقع مسلح داعش في منطقة القصور الرئاسية بتكريت رغم إعلان تعليق العملية العسكرية في المدينة ولم تتوقف الاشتباكات بين قوات العراقية والمسلحين في الجيوب التي لا تزالوا تخضع لسيطرة داعش وذكرت قيادات أمنية عراقية مقتل سبعة انتحاريين في ضواحي تكريت كانوا على وشك تفجير أنفسهم قرب تجمع للحجد الشعبي والقوات الجيش كما أعلن المتحدث باسم الحجد الشعبي أحمد الأسدي تطهير جزءا من منطقة العوجة الجديدة في تكريت من العبوات الناسفة في غضون ذلك أحكمت قوات البشمركة والحجد الشعبي سيطرت على قضاء الدقوق بعد تحرير القرى التابعة له جنوب كركوك لتؤمن بذلك الطريقة الدولية الرابط بين بغداد وشمال العراق فيما تحاصر قوات الحجد الشعبي قرية البشيرة التابعة لنحية تازة في انتظار ساعة الصفر لتحريرها من سيطرة الإرهابيين وتتحدث تقارير استخباراتية عن هروب مسلح داعش من مختلف مناطق كركوك باتجاه قضاء الحوجة الذي أصبحت مرتفعته قلعة دفاعية للقوات العراقية المشتركة اشتركوا في القناة